بجدد تحية بك كابتن إبراهيم وكابتن عدلي أكيد طبعا روح جيدة جدا من أعضاء النادي الأهلي خلال التواجد هنا في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد وطبعا المناقشة حوالينا اللايحة الخاصة بالنادي الأهلي والاعتماد من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طهر لكن الأجواء طبعا بحاول أن إنهالك باستمرار بعد الأعضاء معايا في هذه اللحظات رأيك في النادوة النهاردة وتعاليكك على الكلام أو المناقشة الكاتم توجد في النادي زي الفل ما شاء الله يعني وإن شاء الله بإذن الله يبقى الأهلي الأهلي متقدم دايما في مجلس إدارة دايما القناعة عنده أن كل الأعضاء في مشاركة وده حاجة إحنا الحمد لله إحنا كأعضاء في النادي الأهلي نحب دايما أن يحب المشاركين في مجلس الإدارة كفرع الشيخ زايد وإن شاء الله معنا إن شاء الله 25-26 رأي حاريتك أيضا نهاردة في الندوة مع المهندس محمد طيب والله أنا شايفة أن الناس هنا بتشتغل بجهد جامد وكلهم حارسين نبقى فيه تعاون وجدية في الموضوع وإحنا إن شاء الله مشاركين معاهم والبناء مع بعض وإن شاء الله نادي الأهلي في تقدم وإن شاء الله للأحسن بإذن الله بأعضاءه بإذن الله حاريت اللايحة؟ والله أنا يعني دلغادة الآن إحنا بنحاول نفهم كل التفاصيلها علشان نعرف بالضبط إيه الاستفادة الواقع على النادي الأهلي وأعضاءه لأن ده هيفتل أولادنا واللي بعدهم واللي بعدهم إن شاء الله يكون كل حاجة في صالحنا بإذن الله لسه مستمرين أيضاً ومعنا بعض الأعضاء طبعاً كان نهاردة فيه عدد كبير جداً من أعضاء النادي الأهلي متواجدين في الندوة دي عايز أخذ رأي حضرتك في الندوة ورأيك أيضاً في اللايحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي أولاً النادوة قد عظيمة جداً وضحت الفرق ما بين اللايحة الاسترشادية اللجنة الأومبية عايزة تفردها على أعضاء النادي الأهلي واللايحة الخاصة بنا إحنا اللي إحنا اللي بتاعت النادي واللي هتنظم النظام الأساسي للنادي والمفروض نمشي عليه واجبنا كأعضاء إن إحنا نحضر الجامعية العمومية اللي هي المفروض إنها هتبقى زي نقوله أهم جامعية عمومية في تاريخ النادي اللي هي فعلاً أول مرة بتحقق أو بتوضح إيه اللي إحنا هنمشي عليه بقيت تاريخ النادي الأهلي اللي هي هتبقى فايدة لأبنائنا وأحفادنا لأنها دي فعلاً اللي يحل إحنا المفروض إن إحنا مش مفروض إن إحنا كمان مش 12500 اللي يروحوا إلا و 32000 40000 50000 مفروض كل الناس ما تكسلش ولازم تروح لما مهدس محمود طهر قال مش مش شرط موافقة بنعم يعني مهمة للتواجد وحضور أكبر عدد ممكن من أعضاء النادي الأهلي لكن أكيد كل واحد لأن إحنا نقول نعم لأنها دي ليحتنا إحنا مش مفروض إن إحنا نخلي أي حد مع الاحترام لللجنة الأومبية وزارة الرياضة ما يحطش حد الوصاية علينا إحنا اللي نقول قررنا بإدنا وإحنا اللي نقول آه ولا لا إحنا اللي نحدد الجامعة وما يتمشي إزاي والنظام الأساسي بتاع النادي يمشي إزاي ما فيش حد يقول لنا لا دا يمشي مين ودا يمشي شمال لأن النادي الأهلي يفضل كبير وطول عمر كبير كبير قارة أفريكا كبير الشرق الأوسط كبير مصر لأن أنجح مؤسسة مش في الرياضة بس في كل حاجة في مصر هي النادي الأهلي رأي حاجتك أيضا وأعتقد النهاردة كانت ندوة مسمرة طبعا طبعا وأنا يعني قدين دهاشت بالأعداد اللي حضرة والكلام اللي تقال وإن شاء الله مش عيد نفسي مش أقرر تاني بس إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله هنكون موجودين وهنروح وإن شاء الله النجاح اللي هي حقاعة النادي الأهلي بإذن الله طبعا دي كانت أرأى بعض الأعضاء بعد هذه الندوة الهمة بكرة حيكون في ندوة طبعا في مقر النادي الأهلي بمدينة ناصر بعد بكرة إن شاء الله حيكون في ندوة أخرى في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لكن خلينا أقول لك باش مهندس عدلي ويا كابتن إبراهيم على هامش الندوة بعد انتهاءها بتحديد كان في احتفال بالدرع الدوري وبطولة كاس مصر بعدما النادي الأهلي قدر أنه هو طبعا يفوز بالسنائية السنادي وأكيد كان شيء مهم وشيء مميز وبتحديد بطولة كاس مصر كانت غايبة عن النادي الأهلي بقالها يمكن عشر سنين وقدر أبطال النادي الأهلي أنهم يرجعوها لدولاب بطلات النادي الأهلي يمكن كل أعضاء النادي الأهلي متواجدين هنا في الشيخ خيزات كان بياخدوا بعض السور التذكرية مع البطلتين دول أكيد من بطلتين